الأمر التاني وإحنا كنا بنتكلم عن موسم استثنائي للنادي الأهلي موسم استثنائي في كل شيء مش في سواء في البطولات بس لا كمان في الأرقام التاريخية اللي حقاها كل لعب النادي الأهلي في كل الألعاب وكمان على مستوى الانشئات فرع في التجمع الخامس حاجة رائعة وإضافة قوية جداً للبنية التحتية للرياضة المصرية فعلشان كده مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان لازم أو كان لازم النادي الأهلي يوسق الحدث ده والموسم ده بحفل علشان يحط مسئولية كبيرة على اللعيبة فترة اللي جاية والموسم اللي جاي موسم مهم جداً والبطل ما بيريحش البطل دايماً عنده تحديات كبيرة جداً للمستقبل وبقول لحضراتكم بكرة تابعوا قناة النادي الأهلي من الساعة الثامنة مساء هيكون فيه إن شاء الله حفل كبير هيكون فيه تخطية خاصة على قناة النادي الأهلي وتقدروا تستمتعوا بهذا الحفل الكبير النادي الأهلي كان النهاردة أعلن عن التشيرت الجديد بتاعه دايماً النادي الأهلي كل سنة ليه ديزاين جديد وليه شكل جديد للتشيرت بتاعه ودايماً بينتظر جمهور النادي الأهلي تشيرت النادي الأهلي إن الفترة دي النادي الأهلي وحش جمهوره النادي الأهلي دلوقتي طبعاً اللعيبة فراحة ودي حقهم بعد موسم طويل وبعد مواسم متتالية النادي الأهلي بيريح السنة دي وفترة تراحة مهمة جداً ما احنا شافين قدام حضراتكم ده تشيرت النادي الاهلي الجديد بالمعلنين اربع نجمات فوق النجمة تحت اللي بتحمل ال 11 بطولة الافريقية ونادي القرن داخل لوجو النادي الاهلي حاجة رائعة وحاجة يعني حظت باعجاب جمهور النادي الاهلي وهنشوف من بكرة او من مجرد طرح تشيرت النادي الاهلي في الاسواق هنشوف اقبال جديد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي على شراء تشيرت النادي الاهلي علشان كده كان مهم جدا الاعلان وبقول لحضراتكم ان الفترة دي فرقة النادي الاهلي وحشة جمهورها طبعا الاهلي فراحة وحاق لعبت النادي الاهلي انها تريح علشان عندنا موسم جاي وعندنا تحديات كبيرة جدا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي هيبتدي النادي الاهلي الاستعداد للموسم الجديد الاستعداد لفترة الاعداد ويوم الاتنين القادم هيكون السفر ان شاء الله للنمسا للمعسكر التدريبي والتحضيري للموسم اللي هيكون فيه ان شاء الله بطولات كتيرة فعلشان كده علشان كده كل التوفير اللاعب النادي الاهلي بداية فترة اعداد قوية تقدر ان شاء الله تساعد اللاعبة في موسم طويل تعالوا نشوف مع بعض الفيديو تقديم تشيرة النادي الاهلي الجديد لجمهور اشتركوا في القناة